صراحة انا مع مرين ما شفت اي ام اي وحدة مثلا ربطات ما صيرها مع وحد الانسان مع مرين ما كنشوفها انها مقصرة خاصة انا كنتكلم الامهات اللي هما على الزوجات اللي صراحة غادين بما يرضي الله وينديرين تسكي مثلا بالوسع ديالهم انه باش ينشعر ذاك الحياة ديالهم ولكن تطيحوا فاد النوع ديال الباشار اللي معندوش ضامير ولي معندوش اخلاق والموصيب العظمى انه باش غيباش نكونوا واقعين انه بحالة النوع لدى الرجال ولد النساء اللي مثلا انت يكونوا مهم معرفين خوانهم راه هو الموصيب العظمى لانك يمشي شغل مع وحدة مثلا لانك يجددوا كي هذا لكن هذا الانسان نمشى اليوم مع وحدة وغدى عشان يشفوا اخرى وبعد وفي النفس النهار شف عرام هو ولمش مع عرام اذا لماذا احنا نرجع الى المرأة ونقول لها انت يا انت يا ركي هامل راسك وذبا مهم انت فاهموا هامل راسها احنا نقول الانسان هامل راسها ولكن كيف يعقل ان هذا الراجل كانت تلقاه اليوم وهذه مما شف لها دي حالة هذه شفناها شفناها في الاحياء دياننا مثلا الشعبية اللي عشنا فيها كنا كنشوفوا شي واحد كنعرفوه مثلا مزوج فلانا ذاك الانسان كل يشهد لها بأنه انسان الله يعمل الله الدار الأخلاق ديالها والد الوليدات ما شاء الله من مقام طياب على حقه وطريقه كل شي على حقه وطريقه ودير له مئة اعتبار وكانت تلقاه هو عيني غادي هنا تابع هذي وحنا كنشوفوه يعني الكل يصنف ذاك الانسان بأنه وراها ماشي هو هذا اذا علاش حنا كان نرجعو نقوله نرجعو الامراء ونقول لا ولا انتي لي هاملة باش وداء وارا بيمكن هاد شراء تناقض وفي الوقت اللي احنا ذاك الانسان تنشوفوه تشي واحدا ما كانت تقنعه غادي هنا زيد من هنا وكان نجيو 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 نقول انتي لي كتم قصران انتي لي مثلا ما هملتي راسك وانتي لي درتي نكونوا واقعيين نكونوا شو شو واقعيين لأن المرأة انا ما كنشوفش الاهما النهائيين ومع مري ماشي شي مرأة انا خاصة انا كنهدر على الناس اللي غادين تبرك الله بما يرضي الله واخدين الزواج يعني ميتاق غالي وما عندهمش ما عندهمش شي مثلا شي شي نية سيئة تجاه لك الزواج يعني غادين كل شي الواسط غادين بما يرضي الله اذا ما يجيش الواحد ويهدر يهدر على مسألة انه كي سبب الخيانة هو الاهما والله انا كنعقل انا غا نحاول نعطيكم نصرد لكم بعض الاشياء اللي فعلا اشتهم بعض الناس كنعقل على واحد السيدة مهم اديرها للأسف انا بقيت لكم قبيلا مسألة انني هدرت على الرجل يعني انها تكون كثيرة النساء شوية قليلة ولكن دليل في انه الناره مكينش في صفوف النساء هدي كانت واحد صديقة وعندها صديقة ديلا وكانت متزوجة وانه تشوف سبحان الله ما جعل ذلك الانسان انها تحتم تشوفها مثلا ايسان تفتحها تتكلم تتحوار واجد زوجي او الاخرى عندها واحد نوع من القمع من طرف رجل لا تتكلم عن ذلك المهم انا لا ادكر هذا فالشيء كل واحد الله سبحانه و سبحانه المهم وهذه السيدة مزوجة سيئة وعندها ولكن اجعلها انها تتكلم حركات للراجل باش طيحه و باش هي في الدماغ ديلا باش موضوع اخر ما يمكنش نقوله صاحبتك مع مرماتي اديك المهم اللي كانت كانت بغير تجيه عندها ودائما كتدي السبول باش تكون عندها فضان تصوروا ان هاد السيدة ستقول هاد السيدة كتقول لها الشكون والله العظيم هديرة كتقول لكم سمعتها بدني كتقول لها الشكون بغيتو يقول اكتار ولا يديلها كنت تصوروا بها يعني بحالة كنت خلق واحد ماش كنت خلق مالك الله انه انتي قاع طيحتي وانتي اديتي قاع ماش خلق ماش درتي قاع ماش الله ماش ترسي قاع الانسان خائن وانا اولاد الخائنة ماش تصنعوه وراب العكس الى الله سبحانه وتعالى كان على سبب الفرح دي لأحد العائلة الى الله سبحانه وتعالى خير لا مشي العكس راب الله سبحانه وتعالى قادر يغني بمن فضلي يعني ما كان مشكل ذهب غير غير خير اغلق وانا اغلق اغلق وانا اغلق انه المنظر وانا اغلق اغلق ما هل يمكن اغلق انه مالله ما هل يمكن شيء سبب اغلق قلت لكم من المرحلة يعني أنا إنسان باقي صغير وحشت مع ناس وكنت كنت نطرح الأسئلة وكنت نقول علاش نحن شد رشو سيدروا بحلقة وكنتشوف يتبعوا يديك رأس وشفتي مثلا كيمشي عند واحدة أخرى أرى ما فهمتي ماشي شي حاجة اللي كتميزها على ذيك مرات ولا ما كينت حاجة رأيت لكم في اللويل أرى ما كينش شي حاجة اللي سبيسيال مثلا عاليمة ولا خلقة شي حاجة ما كينش في الدنيا عادية مهم قلت تكل الخبز حان نوصافي إذن ما نجيبش الله تعديكم ونحدوا هاد الخيانة نعطيها تصنيف صافي مهم تقطق أي نوص الم hole حتى بما لأدارة ونحسسنا غروبنا في الحصى جميعين ما كنابط نعرف سي قد تكون إعطاء را visible ter fellowship قم FestSed toifications لأن كل شيء ينزل عليها وكل شيء ينزل عليها المشكلة لك هو أنك انتهى من رأسك وتخلط عليها لأنك انتهى من رأسك لأنك انتهى من رأسك لكي لا تخلط عليك الشغل لأن رأي لمشيتي بقيتي تابعة واحد الإنسان لأنه هو مهزود نفسيا ويجيدي هالزقنتي وهذه الأسراء عندك ليش؟ ما نبقوش أنا صراحة أحيانتي كنت سمعت وليت كنت سمعت كثيرا وحس في النفس ديالي قلت الله ما انتكلم عني مهم بصيغاء أو أخرى هذا ما كانش صراحة أنا ما كانش نيائيا إهمل لأن كل مرة خلصة واحد حن الله يرحمها كدول كل واحد عنده حقم الاستيام لها كل شيء تبارك الله عنده كل شيء جاميل كل شيء جاميل بقبل ما كياج ولا بلا ما كياج كل شيء الله سبحانه وتعالى أعطاه أعطاه واحد نعمة إلا الله سبحانه ما خلقك بذلك الصورة إلا وأحسن الصورة دياله ما تجيش اليوم ولا يجي واحد أخر يبديت فلسفة عليه لأنه ما كان يجيو في النساء رابحة بحال يعني كلهم نساء وكلهم هذا رابحة ما كانت توحدة ما هي رأس صراحة ما كانت تفضل على الأخرى إلا بالأخلاق وبمعاملات ولا كنت وحدك تحفظ القرآن الكريم ولا كتخاف الله سبحانه وتعالى وش فهمت وديرها يعني رقابة إلي في كل لحظة وكل حين ولكن باش نجيو حنا نبقى وندق دقوف الأمر آلا وانلا أنترلي ديرا انترلي فعلة وما ديرا سي ديرا ولا واش ديرا مسكينة ماذا تطير وكيف تطير المجدد وكيف تكون عند مسؤولية وكيف تكون عند الملكة كاملة وكيف تطير المجدد لا يمكنني أن أقول أنني أعجب الباس أو أعجب الباس يسهل عليك ونقل ذلك كيف يقولون لا يوجد مشكلة ولكن لا يوجد نربط المسألة عن الإهمال كما قلت لكم نحدد ما هو الإهمال ونرى ماذا نعود إلى السيد ونصنفهم ونحاولون أن نساهم ونراجعهم ونقول أخنا كيف نعالجوهم كيف نشوفهم من حالهم لا يوجد أن ندققوا لأن الإنسان هي ضحية ونكملوا عليها من الأفوق والله والله العادي لا يوجد أن نرى أكثر من ما يتصور الإنسان أكثر ما يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء يعمل هذا الشيء يبقى مسؤولته وهمه أما النساء كانوا رهبا ركا عليهم هذا الشيء اللي تعيشوا يكفيهم أنا كنقول لك فيهم لم تربيت ولداتهم لم تربيت ولداتهم لم تربيت ولداتهم لم تربيت ولداتهم لم تربيت أصبرك الله من مشاركة في جميع الميادين هكذا بكل خبز ولا يقبى لم تربيت الأخير ستجرح مجرح أسرح الله يجزيكم بخير ونسى نقول للمرأة رأى انتي ركي دائما جميلة إلا كان شي واحد خائن رأى هو اللي خائن أو كان شي واحدة اللي جات وخانتك معاه رأى يكفس منه وطلس منه عاخل يوم إلا كان قال لك اللي يدى سمولة كي يقولوا اللي طفرنا مولش معفل القرع رأى كي يقول واحد المثال المهم يعني ما صاف يكفي يكفي والله العادم يكفي لا أريد أنني متأثر لأنني فيت ليدرز فيديو لا أريد أن نراها الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالظروف والأحوال نتمنى ونعطى لهذه المرأة للحق لأنها صراحة مهمة المرأة التي ستكون خلم لها إنسان التي تخاف الله والله العظيم يجب أن نديره هنا ديره فوق الرأس ديره فوق الرأس ونتمنى إن شاء الله رحمنا الرحيم أنني يكون هذا الفيديو الإعجاب ديالكم وإن شاء الله نعطي أن نسأل في العمل بارك الله فيكم نحن على قمبر ترجمة نانسي قنقر